السلام عليكم عقده مزور علاغانيم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب فيلتها كشفت الفنانة علاغانيم تفاصيل تحريرها محضرا ضد طليقها متهمة فيه احدى الشركات بتصوير اعلان داخل فيالة تمتلكها بمنطقة شبرامنت في ابو النمروس دون الحصول على موافقتها وطالبت باتخاذ الاجراءات القانونيات اللازمة وبأشارت نيابة المختصة التحقيق وعلقت علاغانيم قائلة طليقي مقتص بالحيازة الخاصة بالفيلة ولدي امر باغل يديه عن البيت اي طرده وتابعت غانيم ليس من حقه ان يكون في البيت من الاساس وتعتبر سرقة في نظر القانون وسرقه لشخصيا واضافت علاغانيم ده بخلاف عملية النصب اللي اي انا واقعة تحتها من سنة واربع شهور انا باروه بيت المقتصب بكل متعلقاتي ومتعلقات عيلتي وانا بحاول استرد بيتي واوقف عملية سرقات المستمرة من وقتها وتابعت طليقي تظهر عقد ايجار للفيلة لمدة تسعة وخمسين عاما مقابل الف جنيه في الشهر ولكن هذا العقد مزور واستكملت علاغانيم هل يقال ان اقوم باستيجار منزلي ب الف جنيه في الشهر لمدة ثمانية وخمسين سنة كان من الافضل بيعه كله وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة